أعلنت الأمم المتحدة أنها تستعد لموجات نزوح إضافية محتملة لمدنيين أفغان هربا من أعمال عنف متوقعة فقد كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تستعد لاحتمال نزوح مزيد من المدنيين في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية والدولية في سبتمبر المقبل وضافت المفوضية أنها تعكف لعوضع خطط طوارئ لمزيد من النزوح داخل أفغانستان وكذلك في الدول المجاورة في حال عبور اللاجئين الحدود وتقول مفوضية الممتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن هناك حاليا نحو مليونين ونصف المليون لاجئ أفغاني مسجلين في أنحاء العالم فيما يقدر عدد النازحين داخل البلاد بأربعة ملايين وثمانمائة ألف نازح ويزداد العنف مع بدء انسحاب القوات الأجنبية حيث فر خلال الفترة الأخيرة آلاف الأفغانيين من منازلهم هربا من القتال الذي اندلع في عدة مناطق من البلاد وبدأت الولايات المتحدة بعد عشرين عاما سحب قواتها المتبقية من أفغانستان وقوامها ألفين وخمسمائة عنصر سعيا للانسحاب الكامل بحلول الحادي عشر من سبتمبر المقبل كما من المتوقع انسحاب نحو سبعة ألاف من القوات غير الأمريكية وتتألف معظمها من دول حلف شمال الأطلسي إلى جانب قوات من استراليا ونيوزلندا وجورجيا وضع قد يعيد جهود الممتحدة لعادة اللاجئين الأفغاني لبلادهم إلى المربع الأول اشتركوا في القناة